تتوقع ايه لمن؟ تتفتكر ايه اللي هيحصل؟ الخطة السنة دي مختلفة البلاد العربية السنة دي ما شاء الله عليهم يعني محققين نجاحات كبيرة جدا تفتكر انه ممكن نلاقي مثلا بلد من البلاد العربية هي اللي فيز بكس العالم؟ ما فيش حاجة مستبعدة انا لا استبعد انه حتى فريق عربي يوصل للمرابع الزهبي ولا فريق اسياوي زيما اليابان مثلا على سبيل المثال لسه هنشوف كوريا الجنوبية ولا فريق مثلا افريقي لانه انا يعني لو لعبة فرق زي من افريقيا بقوة زي غانا على سبيل المثال تستطيع انها تتحقى نتيجة كبيرة في فرق قوية في افريقيا واسيا والمنتخبات العربية تستطيع انها تصنع الفرق او على الاقل تتحقى الحلم بان احنا نوصل لدور المربع الزهبي الاربع الكبار وده ممكن ومؤهل جدا زي ما كانت فرق زي غانا قبل كده كانت قريبة جدا ان هي توصل للمربع زهبي كاميرون كانت قبل كده الفرق العربية في الطريق طبعا افريقيا فيها فرق قوية جدا والفرق العربية في الطريق ربما بس كوريا اللي وصلت في 2002 وصلت للمركز الرابع انما يعني تطور الكورة في الدول اللي كانت تعتبر الاسماك الصغيرة لافت للنظر في البطولة دي والفوارق بتقل بين المنتخبات الكبيرة والمنتخبات الاصغر خلينا نقول كمان ان الكورة الرسمية لكأس العالم هي صناعة مصرية والحقيقة احنا لازم نكون فخورين بده كلمة شوية عن الجزئية دي ومصر لازم تبقى موجودة وهمش معقولها نراشي الموضوع كده يعني الاكيد انه طبعا حضور مصر من خلال الكورة اللي تم تصنيحها في مصر اللي هي معتمدة في البطولة دي وطبعا ما ننساش انه طبعا تطور كورة الكورة نفسها عبر البطولات ده تاريخ طويل جدا جدا اخدت فرص وتطورات وشركات وباء لذلك وما حدش ينسى جابولاني اللي هي كانت بتاعة كورة القدم اللي تلاعب فيها في جنوب افريقيا اللي هي كورة سريعة والكورات اللي ابتدوا يتكلموا عن الكورة الجديدة المستخدمة دي هي الاسرع في تاريخ الكده فدي بتخوف حراس المرمى جدا واللاعبين التحكم لازم يكون اسرع وقوي ورشيق لان الكورة دي بتصميمها الحالي تعتبر اسرع وارشق كورة في تاريخ بطولات كأس العالم اللي هو بلعبه بها دلوقتي فكل حراس المرمى متخوفين بشدة لانه سرعة الكورة هيختلف تماما مع المبرات دي وده نوع من محاولة زيادة جرعة الهجوم والتسجيل الاهداف في البطولات دي بعد ما كان فيه جفاف في فتر من فترات بالنسبة لنسبة تسجيل الاهداف وانا ملاحظ في البطولة دي لغاية دلوقتي ما شاء الله يعني معديني 70 هدف لغاية دلوقتي ده معنى كده مؤشر كويس جدا جدا انه النزع الهجومية واللعب بالكورة دي فادت انه مزيد من الاهداف وبالتالي مزيد من المتعة للمشاهدين اشمع لنا الصورة دي تحديدا اللي حررتك اخترتها للغلاف وتحطت على غلاف موسوعة كأس العالم ده يمكن عشان انا يعني ما حدش ينسى في 54 ما حدش ينسى مباراة شعيرة جدا باسمها معجزة بيرن معجزة بيرن دي كان بين المانيا والماجر الماجر كانت اعظم فريق من الثلاثينات للخمسينات في العالم فعليا ورغم ذلك ما اخدتش بطولات كورت قدر برغب ان الناس كلهم بيقولوا بوشكش وكوتشش وعدد كبير من اللاعبين اللي عندهم كانوا ممتازين والناس بيشير لهم البنان في الادوار الاولى او في الدور الاول تخيالي انه منتخب المانيا خسر امام ماجر 8-3 لفت الدنيا وصله النهائي ففازت المانيا 3-2 والناس كان مصعقين انه ازاي المنتخب المانيا عرف انه يهزم الفريق الكبير العظيم دي اللي هو غلبه في البطولة نفسها 8-3 دلوقتي المانيا بتفوز 3-2 فمنساش المشهد ده والصورة دي وطريقة اللعب والخطة اللي عملها الالمان عشان يفوزوا على افضل فريق في العالم كان مقول له كوران هما اللي سجلوا جوان بتوع المانيا في المطش ده بس كان وبوشكش سجل كمان للمجر لكن الحقيقة المطش ده لا يعني واحد من المباريات العلامة في تاريخ بطولة كنس العالم استضافة قطر لرؤساء الدول في الحفلة الافتتاحية الحقيقة كمان كانت لمسة مهمة جدا وطبعا شفنا فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي واستقباله كان عامل ازاي الحقيقة انه كانت لمسة مهمة جدا واعتقد انه كمان ده هيرجعنا لفكرة انه حقيقي هي الكرة مربوطة بالسياسة بجد ده اكيد اكيد يعني الناس كانوا في مباراة الافتتاح ناس كتير او في افتتاح البطولة ديت بالذات كانت يعنيهم مش بس على الملعب كانت يعنيهم على المقصور الرئيسية لانه كان فيه الرئيس عفتاح الفيفا وامير قطر كل دولة كانوا موجودين المقصور الرئيسية والمشهد كان لافت الانظار كانت لعبة السياسة واضحة تماما السياسة لا تختفي ولا تغيب على البطولات كاس العالم لكن في افتتاح بطولة زيدية كانت رسالة واشارة جيدة ربما وايجابية لتقدير عدد من القادة والزعباء وايضا لاحداث نوع من التقارب وربما ازابة الجليد بين قادة وكذا في الاختيار زكي اختيار زكي للشخصيات اللي حضرت يعني كان فيه رسائل كتيرة الحقيقة بيتم ارسالها من خلال المقابلات الكتيرة اللي شفناها والصور دلت على انه الافتتاح ما كانش بعيد عن السياسة والصور قالت لنا انه هناك اشياء كثيرة لاجب احنا لا ننساها لما نتفرج على مباريات نتفرج على الملعب ونشوف المقصورة عشان في حاجات كتير بتحصل لابد ان هي لا تفوت الازال صحية